من الاخر كده فيديو النهاردة حلو جدا جدا غلطة انا ارتكبتها عشان كده حبيت ان انا انزل الفيديو ده عشان غير يستفاد وما يعملش نفس الغلطة اللي انا غلطتها لو الباب الغستالة بتاعك عطلون ومشروع دي يتفتح خالص وقعد كام يوم كده انا بصراحة الغستالة قعدت معي جي 3 ايام بنفس المنظر ده ونفس الوضع عشان اطلب الثيونة طبعا ما بيجيش دلوقتي بتيجي في خلال 48 ساعة خلال 48 ساعة وممكن ازيت كمان طبعا بقى عشان الغستالة عندك هتبقى فيها هدوم طبعا بتبقى الهدوم خلاص بتبقى راحتها وحشة لاني قعدت كزا يوم ومش عارفين بقى الباب علق مش عارفين يتصرف ازاي احنا يسا هنستنى بتاع الثيونة لأنا بصراحة عدت ابحث كده بس طبعا بعد بعد ما خربت الباب عشان كده انا نزلت الفيديو النهاردة عشان محدش يغلط الغلطة اللي انا غلطتها بحثت على النت لحد ما وصلت للنتيجة دي قلت اجرب مش هخسر حاجة جبت حبل اهم حاجة يكون الحبل ده متين او تقيل تمام واحاول اتدخله ما بين الحلة كده ما بين الباب اهم حاجة يدخل كده من جوه وهقولكو هيدخل فين بالضبط عشان تبقوا اغذين بالكم انا جبت هنا رباط جزمة ممكن تجيبوا رباط البنطلون ممكن تجيبوا قماشة تكون متينة شوية هبدأ ان انا امسكها من الطرفين كده واحاول ادخل بايدي لو ما عندكوش ضافر في ايديكو دخلوا كده بعصية الشيش طوب او اي حاجة لسنها رفيع وبحاول ان انا اشد كده وافتح الباب برضو مش راضي يتفتح طيب هعمل ايه اتك بس كده واحاول ادخل عند اللسان زي باب الشقة بالضبط هتلاقوا تكة كده حصلت فتعرفوا ان الباب شبه تفتح هنبدأ ان احنا نتك كويس جدا 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 ايوان بسم الله وزي ما انتو شايفين اهو بدأ ان هو يتفتح طبعا بيتفتح اه مش بسعوبة بسهولة بس بالنسبة للناس اللي متمكنة جدا 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 في اه انا بالنسبة لي ان اول مرة طبعا او انها تحط في موقف زي كده فهواريكو الايه اللي فتح بالزبط انا طبعا بعد ما نجحت في الخطوة دي فبدأت ان انا وريكو ايه اللي فتح بالزبط اللي هو اللوك اللوك بتاع الباب ده اللي ممكن يكون بويس او معلق هو بحقيقي كان معلق عندي المفروض ان انا افصل للتلاجة انا فصل للتلاجة وخبطت على الباب وقعدت حاولت كزا المحاولات وما فتحش برضو المحاولة دي بصراحة هي اللي فتحت اكتر فحبيت النهاردة ان انا وريكو الفكرة الفيديو واني محدش يغلط نفس غلطتي ويكسر اي حاجة عبال طبعا بقى لما طبعا مش معنى ان احنا فتحناها ان احنا نستكفي بكده لا طبعا عشان بعد كده ما يعلقش معانا ونخسر حاجة كتيرة جدا جدا فنتسل او نستنى بتاع السيونة لحد ما يجي اعملها لما اني انا بقى متسرعة في حاجات كده معينة فلا احبيت ان انا اصرع كده وافتح بكل الطرق لحد اما لخلقت الباب كده من قدام واتشرخ كده شرخ بسيط بنفس الوقت يعني عادي احنا هنعالجوا كل حاجة بس بلاش نتصرع في حاجة احنا تعبنين فيها يعني من حبلة او روبوت هنفتح الغسالة بطريقة سهلة وبسيطة اتمنى فكرة الفيديو النهاردة تعجبكم وتجربوها لو حصل لقدروا العطل او اي حاجة في الغسالة ابحسوا وشوفوا بتاع حد متخصص او بتاع السيونة يجي لكم وما تتصرعوش نفس التصرع بتاعي شوفوا شوكم بخير باي باي